مع اقتراب فصل الصيف تدخل محافظة الحديدة موسما ملائما مناخيا لأمراض الحميات والعدوى الوبائية والفيروسية القاتلة وكان بالإمكان ما يزيد عن 17 طنا من أدوية المساعدات الطبية الدولية من إنقاذ آلاف المرضى في المحافظة الموبوءة لكن ميليشيات الحوثي أتلفتها بعد فساد صلاحيتها في المخازن الحرمان من الدواء وحق الحصول على خدمات الرعاية الصحية والمساعدات الطبية جريمة حرب حثية ضد السكان بمناطق سيطرتها وخصوصا محافظة الحديدة وتتعمد الميليشيات عاقة وصول المساعدات الطبية والعاملين في المنظمات المعنية كما يتعرض العاملون في الإغاثة الطبية الدولية لكثير من المضايقات والاعتقالات أما شحنات المساعدات الطبية فعادة ما تذهب إلى السوق الحوثية السوداء أو المستشفيات الميدانية للحوثيين في جبهات القتال وما فاضى عن حاجة الحوثيين احتكرته الميليشيات داخل المستودعات أو القاطرات حتى تتلف صلاحيته ولا يصل إلى المرضى المستحقين الذين يموتون وهم يحلمون بقطرة دواء وفوق ذلك تعمد الميليشيات إلى بيع الوقود المخصص للمستشفيات العامة والمؤسسات الخدمية في سوقها السوداء المزدهرة في الحرب نداء استغاثة أطلقته المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لإنقاذ محافظة الحديدة من كارثة صحية وبئية وشيكة جراء نفاذ مخصصاتها من الوقود ما يضطرها وشيكا للخروج من الخدمة وتفحي المجاري في المحافظة الموبوءة بالجائحة الحوثية